بسم الله الرحمن الرحيم وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودِ إلى آخر الآيات اثنان واحد له أخوان واحد له تسعة وتسعين نعجة والآخر له نعجة واحدة المجموع مئيان سبحان الله هذا النص عندما قمنا بعد كلماته من عند وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَ عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتَطْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة حتى قوله تعالى فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ عدد كلمات هذا النص هو مئة كلمة بالضبط لا نملك إلا أن نقول سبحان الله